بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضيتي نتمنى بأن نرى في عالم الرؤية رؤية صالحة رؤية مبشرة ألا نرى الكوابيس المزعجة في أحلامنا لا نريد أن نجلس من النوم ونحن متعبين جدا بل نتمنى أن نجلس من النوم ونحن قد رأينا رؤية صالحة رؤية أهل البيت عليهم السلام رؤية فيها مبشرات لغير ذلك كيف نعمل ذلك وكيف نحصل على ذلك رجاء استمع رجاء استمعي قال النبي صلى الله عليه وآله من قرأ سورة الليل خمس عشرة مرة لم يرى ما يكره في منامه ونام بخير ثم قال الإمام الصادق عليه السلام أيضا من قرأ سورة الليل قبل أن ينام خمس عشرة مرة لم يرى في منامه إلا ما يحب من الخير ولا يرى في منامه سوءا يعني نص العبارة رجاء استمع لم يرى في منامه إلا ما يحب من الخير أي بمعنى تتمنى بعض الأمور وتريد أن تبشر بها في عالم الرؤية الله سبحانه وتعالى يبشرك بها وكذلك بعض الأمور التي تحب أن تراها في عالم الرؤية الله سبحانه وتعالى يريك إياها عندما تقرأ قبل النوم خمس عشرة مرة سورة الليل وتتخلص من الكوابيس لأن الإمام الصادق عليه السلام قال ولا يرى في منامه سوءا أي الكوابيس المزعجة الجيثوم لغير ذلك شيء يقبض صدرك أثناء النوم تشعر بانزعاج أثناء النوم هذا كله تتخلص منه رجاء نجرب ولا تشك وحاول أن تعلم الآخرين هذه السورة المباركة لأجل هذه الأشياء وهي مجربة ومن مجربات علمائنا العلام برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام